أغرب حاجة أكتر حاجة شدت انتباهك أنا عايز أقولك يمكن حكايات كلها أنا كنت بدور على الغريب طول الوقت يعني من ضمنها مثلا أنه قابلت واحد كل علاقته بالتوكتوك هو اختار المهنة دي لأنه حاسن أنه ممكن يقابل عروسة من خلاله يعني هو طول الوقت عملي وصل الناس شركة حياة عايز بيدور على عروسة زوجة فطول الوقت هو ملقهاش في حياته ودور كتير فاعتبر أن التوكتوك مساحة أنه ممكن يخليه زي ما قال لي بالنص كده أن أنا قابل من خلاله بنت الحلال مثلا فهو طول الوقت كل ما بنت بتركب معاه بيقعد يتخيل يا دي ممكن تبقى زوجتي ممكن تبقى شركة حياتي يعني بسماعة تفاصيل وتبان أنها عادية لكن بالنسبة له فعلا فكرة مهمة وأسية وكبيرة يعني دي حاجة حاجة تانية أنه قابلت حد بيعشق محمد فوزي وده عكس الفكرة الشائعة عن سوئين التوكتوك أنهما في الغالب بيشغلوا أغاني شعبية أو أغاني مهرجانات وهو طول الوقت كل ما هتركب معاه هتكتشف أنه هو مشغل أغاني لمحمد فوزي هو بيحبه بجنون قابلت حد تاني وهو حتى من أشهر سوئين التوكتوك في منطقة المطرية في القاهرة أنه طول الوقت عايز يبقى لابس بدلة يبقى لابس حزاء شكله نظيف وكرافطة ويبقى شكله عايز يقول الناس كلها سوئين التوكتوك مش بلطجية ولا ناس زي ما أنتم الأغلب فاكر ناس بتاخد فكرة يمكن في الشارع يمكن طريقة السواء أو حتى بيبقى فيه ساعات ممكن يقول لك الرؤى التوكتوك مش مترخص التوكتوك مش عارف ماشي إزاي أنت ركبت مع السوئين دول؟ بالضبط يعني الموضوع ما كانش مجرد مقابلة كده مرة لا أنا عشت الكتاب خاد مني شغل سنة كاملة السنة دي كان منهم ست شهور تعامل مع سوئين توكتوك في مناطق القاهرة الشعبية كلها يعني في المطارية وفي فيصل وفي بولاية داكرور وفي مبابا وفي منطقة أرض الليوة يعني أنا كنت بدور على الأماكن اللي التوكتوك هو تكسل غلابة فيها وسيلة المواصلات الأسسية في المكان ده يمكن علشان أنا ساكن في منطقة ما فيهاش ممنوع فيها لتكاتك فكنت محتاج طوال الوقت يعني جوه الأماكن اللي التوكتوك فيها حاجة مهمة جدا وكمان كان عندي مشكلة تاني إن أنا مش عايز القصص تبقى شكل بعض يعني في الغالب لما هسأل حد إنت ليه خطرت المهنة دي فممكن يقول لي أصلا ملقيتش غيرها أصلا هي أنسب حاجة لي أصلا أنا بحب السواقة يعني الحاجات اللي كانت بتبقى شكل بعض دي مش ده اللي كنت بدور عليه أنا كنت بدور على عمق وبدور على تفاصيل إنسانية مهمة تنفع تتوسق في كتاب يعني كنت بدور على شخص عنده حدوتة زي ما بنسميها في الصحافة أنه تبقى عكس الصورة الشائعة عن الفكرة لأن أنا ممكن لو قلت لك أنا هعمل كتاب عن سواقين التوكتوك هيبقى في دماغك أنا عارف ده عشوائيين ده فوضويين ده بيشغلوا أغاني مهرجانات فأنا كنت لا بدور على شكل إنساني مختلف زاوية مختلفة